بسم الله الرحمن الرحيم. بداية شغلنا على البرنامج بتبدأ من البيانات الاساسية. اللي هو تأسيس البرنامج. من البيانات الاساسية. سواء القائمة الرئيسية من فوق او من هنا. البيانات الاساسية. بداية شغلنا بيكون عن طريق وحدات القياس الموجودة عندنا. وهي دي شاشة ادخال بيانات. عندي الشاشة بتكون بالشكل ده كده. اه الشاشة دي ندخل منها البيانات بتاع واحدات القياس اللي احنا نستخدمها بعد كده في ادخال كارت الصنف. اه نقدر نسجل اكتر من واحدة نقدر تسجلها بالاسم العربي او بالاسم اللاتيني بالشكل ده كده. تمام? بحيث ان انا سجل حبة بيس اه اكتر من واحدة. كمان اه اقدر اسجلها عربي وانجليزي عشان لو عندي اه مستخدم تاني يشتغل بآ لغة انجليزية. هادر اضيف الواحدة الجديدة بتضغط على كلمة الجديد. اضيف وحدة وليكن مسلا وحدة قياس تجربة. تمام? او متر. ده نشوف المتر مسلا. تمام? واضغط على الاسم اللاتيني اكتب اه متر اختصار. واقول له حفظ. هنا نشط دي ان هي تزهر معي في كارت الصنف ولا ما تزهرش. بحيث ان انا لو عاوز آآ واحدة معينة اوقف ان هي تزهر مرة تانية. بضغط على كلمة نشط والغي التنشيط بتاعها. في النهاية بضغط حفظ. طول ما الواحدة عندي لسه ما تعملش عليها ما تربطش عليها كارت الصنف اقدر احذفها. بعد الحز بعد ما يتعمل عليها حركة مقدرش احذفها مرة تانية. ده بالنسبة لادخال وحدة القياس.